بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله في عدة عنوين ثلاث عنوين على وجه التحديد هذا العنوين الرئيسية وفي عنوين فرعية طبعا العنوين الرئيسية أول عنوان هو الحالة البائسة اللي بيواجهها الجيش الإسرائيلي وخسائره الضخمة في قطاع غزة في اليومين الماضيين إيش بيعني هذي وليش هذي أول وحدة الأمر الثاني هو موجة الاغتيالات اللي بتتم الآن في جنوب لبنان وفي سوريا استهداف قادة حزب الله يعني الرئيسيين وأيضا كمان مقاتلين في الحرس الثوري وفي حركة حماس في سوريا الأمر الثالث اللي هي جولة بلينكين طيب إيش بعمل بلينكين في المنطقة وهل هو يعني هاي الجولة اللي بتشمل سبع عواصم هل هي حت تثمر أي إنجازات وليش إحنا نشك في ذلك هذا كمان بدنا نحكي فيها بشكل مفصل باعتبارها هي القصة الأساسي نبدأ بغزة يعني في اليومين اللي فاتوا يعني الاثنين والثلاث ولسه الثلاث ما خلصش يعني في اليومين اللي فاتوا أكثر من خمستعشر ضابط جندي إسرائيلي في مواجهات سريعة بس هيك يعني فاتح شهية وغير عشرات أصيبوا ارتفاع كبير جدا في القتلى الإسرائيليين والجرحى يعني إسرائيل في حالة يرثى لها أنا بدي أستعين بالمنشيط الرئيسي بالأحمر لصحيفة يدعوت إحرنوت اللي صادر اليوم الثلاثة هاي بتلخص الموقف وهذه بترد على كل المشككين بهذا النصر المبارك لطوات المقاومة بقيادة حركة حماس إيش بتقول يدعوت إحرنوت اليوم بتقول إحنا وين رايحين إحنا وين رايحين إحنا وقعنا في حفرة عميقة جدا ولا عارفين نطلع منها ولا حدا بيطلعنا منها وإنه هاي الحرب مستمرة وفيش مستقبل والبلد في حالة انهيار فهذه يدعوت إحرنوت بتلخص الموقف في منشيتها طبعا بديش أقلدت وأعجل وأحكي لكم إيش حكوا في المتن تاع الموضوع فهذا يعني بإنه دولة الاحتلال مش بس ما حققت أي من أهدافها يعني لما يطلع كان نتنياهو يقول بدنا نعيد كل المستوطنين وبدنا ندمر حركة حماسه وبدنا نرجع على قطاع غزة وبدنا نعمل مستوطنات رجع المستوطنات لقطاع غزة وين؟ وين إنجازاتكم؟ مش بس كمان وقعوا مش ما حققوش إنجازاتهم ولا أهدافهم لا كمان إنه الآن المستقبل سيء جدا بالنسبة لهم دامي جدا مرعب جدا يعني بعددش هاي لا أمن ولا استقرار ولا هيبة ولا جيش ولا مخابرات ولا إشي هذه هي المسألة الحقيقة الرهبة راحة يعني ما عادش فيه الشباب في قطاع غزة مش خايفين بالعكس هم الآن بيخططوا وبيخططوا بشكل يعني عملي ودقيق جدا وبينصبوا الفخاخ والمصائد للقوات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية وناقلات الجنود الإسرائيلية هذا اللي بيصير الآن في قطاع غزة هذا شيء طيب يعني بيجي بيحكولك بيقولك يا أخي أنت يا أبو عطوان بتيجي بتقولي والله إنه هاي مقتل 15 و20 و20 يا أخي فيه خسائر عندنا طبعا فيه خسائر إحنا ما بنقولش فيش خسائر فيه خسائر فيه يعني 25-27 ألف استشهدوا ونصهم أطفال طبعا فيه كمان إنه أكثر من يعني 70 ألف أصيبوا طبعا 85% من قطاع غزة دمر بالبيوت طبعا طبعا هم هذوا الأهلي وأهلكم وأهل كل العرب والمسلمين طيب لكن كمان إحنا بدي أذكركم بديش أحكي على بيتنام ولا أحكي بس بدي أحكي على مثلين العراق أشخانها في العراق 2 مليون استشهدوا رواندا البلد الصغيرة عملوا حرب أهلية بين الأكبر قبيلتين فيها إيش اللي حصل 2 مليون قتلوا 2 مليون قتلوا في هاي الحرب الأهلية ذبحوا بعض والآن رواندا بالمناسبة من أكثر النمور الاقتصادية في العالم وأقوى اقتصاد في كل أفريقيا يعني فيه بتصير حاجات يعني بس إحنا ما اخترنا هاي الحرب إحنا العدو هو اللي اختار هاي الحرب لما احتل بلدنا ولما هجرنا ولما طردنا من أرضنا طبعا واعتدى علينا وهزم عدة دول عربية 22 دولة عربية هزمها لا الآن فيه عملية تصحيح لهذا الماضي السيء للأمة العربية الماضي السيء للجيش العربية أجا من يصححها أجا من يرسم صورة وردية أجا من يحقق انتصارات أجبا يكسر أنف هذا العدو ويكسر أنف أمريكا حتى يعني هاي الانجاز الكبير طيب إحنا بدنا نروح للعنوان الثاني المتصل العنوان الثاني المتصل أنتظم لحظي أنه زادت عمليات الاغتيال لرموز المقاومة في سوريا وفي جنوب لبنان يعني ليش بتصير هاي الاغتيالات يعني أولا اغتالوا يعني صالح العروري اغتالوا يعني الشهيد صالح العروري الشهيد رضا الموسوي في سوريا اللي هو أحد قادة حزب الله قادة اللي هو الحرس الثوري وفيلق القدس وكان مستشار للشهيد سليماني كمان اغتيال وسام الطويل هذا الرجل قائد كتائب الرضوان اللي ان شاء الله ستحرر الجليل وستصل إلى عمق فلسطين وحتى الديمونة كمان اللي هو حسن عكاشة هذا رجل حماس خبير الصواريخ يعني في سوريا واغتلوا الإسرائيليين وبالإضاء كمان اللي هو عباس رعد ابن محمد رعد هذا السياسي والبرلماني اللبناني الكبير اللي تابع لحزب الله وأحد العقول المفكرة يعني أنا بس بدي أتوقف عند حسن عكاشة حسن عكاشة هذا هذا انجاز كبير جدا هذا يعني سبق صحفي كبير حسن عكاشة من حماس واغتالته إسرائيل لأنه هو كان مشرف على إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان وعلى أماكن إسرائيلية في العمق الإسرائيلي يعني ايش معنى هاي؟ يعني معنى سوريا سوريا داخلة في المعركة يعني سوريا بترد على العدو الإسرائيلي سوريا هي صحيح بقول لك يا أخي لا بترد مش بتستنى الرد في الزمان والمكان المناسبين لا هي بترد ومين عندها؟ من حماس يعني مش حتى من المنظمات تابعة إلها لا حماس هي وقادة حماس يتواجدونه على الأرض السورية اللي هم العسكانيين والميدانيين وهم قاعدين بيخوضوا الحرب ضد العدو الإسرائيلي هذا تطور مهم جدا هذا كشف مهم جدا وهذا رد على كل اللي بيتمسخروا وبيسخروا من اللي هي سوريا وانه سوريا بعيدة لا مش سوريا مش ساكتة على أي حال هذا بس ألمهم ليش الاغتيالات؟ هاي الاغتيالات لأنه بحاول نتنياهو يرمم يرقع اللي هي أجهزته الأمنية والاستخباراته اللي فشلت فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر اللي استطاعوا المجاهدين من حماس ويقتحموا السور أو السياج الإلكتروني والإسمنتي ويوصلوا لمستوطنات غلاف غزة ويقتلوا أكثر من 1200 إسرائيلي هذا هو اللي بدهم يرقعوا المخابرات المخابرات فشلت فشل بريع ولن يرقعها شوية اغتيالات واللي جاي أعظم بكثير فيه كثير يعني الآن فيه ردود من حزب الله وكمان هاي الاغتيالات هي من الألم من حرب الاستزاف اللي شنها حزب الله من جنوب لبنان ضد المستوطنات الجليل و2300 ألف واحد هربوا ويمكن الآن زاد الرقم صار 300 ألف الله يعلم فمش حينجحوا الموضوع الأخير هو بلينكين بلينكين راح على العواصم العربية الخطأ هذولا ما بملكوش قرار هذولا بعدين يتفرجوا انت رايح على ايش بدهم يعملوا قطر والأردن والإمارات والسعودين ايش دخلهم في حرب غزة هل هم بقدموا سلاح لغزة يعني لو راح طهران بقول والله يمكنها لو راح على لبنان وشاف السيد حسن ناصر الله بقول يمكن لو راح على يعني اي عاصمة اليمن على صنعاء بقول ممكن حتى بغداد لو راح بقول ممكن لكن رايح لي على هاي العواصم ما لهاش علاقة بالامتصار الكبير اللي بيصير في قطاع غزة ولا رصاصها عند المقاومة من اي دولة عربية ولا من تركيا حتى فهذا راح على الخطأ انه بده يعني يتفاوض انه كيف بده يعمل حكم في غزة وكيف بده يعيد بالإعمار وكيف بده يوقف الحرب كلام فاضي اللي بيملك قرار الحرب والسلم هو اللي هو يحيى السنوار ابو إبراهيم وقاعد الآن في غرفة عمليات على عمق خمسين متر تحت الأرض وهي الغرفة مرتاح فيها وبضحك عليهم يعني وبتابع كيف على كلينتون وغير كلينتون ولانه هو اللي بيقرر هذه القيادة الميدانية الحمساوية هي اللي بتقرر ومش كلينتون مش بلينكون اللي بيقرر ولا العواصم اللي زارها هي اللي بتقرر هذا هي الحقيقة إذا هو لخلص وقفوا المفاوضات وقفوا المفاوضات هو اللي أخذ قرار الحرب هو اللي بيقرر قرار السلام جاي كلينتون بدي يضحك علينا بلينكون جاي بلينكون بدي يضحك علينا زي ما ضحكوا علينا عام 2014 زي ما ضحكوا علينا في أوسلو زي ما ضحكوا علينا في كامب ديفيد زي ما ضحكوا علينا في كل هاي المؤامرات الآن هو بده يحد الوضع طب بلينكون طب إذا كأمريكا أمريكا بتاعت بلينكون مش قادر تسيطر على اليمن مش قادرين يردوا على اليمن مش قادرين يخلوا البحر الأحمر يعني مسموح للسفر الإسرائيلية هذا أمريكا انهزمت في الشرق الأوسط ودولة الاحتلال انهزمت في غزة وفي المنطقة كلها الأمور بتتغير بشكل متسارع في غزة في إنجازات كبيرة للمقاومة وفي جنوب لبنان في إنجازات وشفتوا كمان صاروخ عراقي والله العراق العظيم راجع صاروخ عراقي بيضرب حيفا بوصل لحيفا وقبلها وصل لإيلات وقبلها وصل للقواعد عين الأسد الأمريكية ووصل لكمان التنف قاعدة التنف الأمريكي الدنيا بتتغير فيه رجال في هالأمة فيه رجال وفيه هامل كمان احنا مع الرجال